طيب تصنيف القرن الواحد وعشرين ده عشان احنا لسه معدناش بس يعني من دلوقتي عشان برضو ايه عشان نسجلهم ورانا شوية على فكرة ده نادي الزمالك كمان هيقع يعني لانهم شو ما نادي زمالك يعني ما لانش علاقهم لا انا بتكلم على اه لا النادي الزمالك تحديدا في تصنيف الكاف الوقتي هو ده لتصنيف النادي القرن الجديد النادي الاهلي حتى الان مية وتسعة نقطة عربي يا بسم الله ما شاء الله نادي التراجي سبعة وستين نقطة لمركز التاني اه تراجي هو التاني التصنيف ده من بداية سنة الفين يعني من بداية سنة الفين وواحد من الفين وواحد لغاية دلوقتي اه من الفين وواحد لغاية دلوقتي مازينبي تلاتة وستين ونص النجم الساحلي تمانية وخمسين الوداد تسعة واربعين الزمالك اهو اربعين نقطة الزمالك لو ما فقش في الفترة دي ممكن يتراجع ليه لان تحته الرجاء تمانية وثلاثين نقطة ده اللي قصدي عليه وقريب منه تحته سندون سندون مثلا لما بيوصل نص نهائي بياخد أربع نقط فيبقى سبعة وثلاثين نقطة يقرب أكتر من الزمالك يعني مثلا مازمبي كانت تاني الترجي ثابقه لما مازمبي ما عادش بيقاله فترة ما بيشاركش في الدورة يا ابطال بيروح الكونفدرالية فالترجي عداه فعشان كده ده الترتيب يا جماعة لازم الناس تخلي بالها من تصنيف ناضي القرن من دلوقتي عشان ما نرجعش نقول السبعة والتسعة ده خلينا نقول نظام التصنيف ان البطل بياخد التصنيف ده تغير من سنة 2017 النقاط بطل دورة يا ابطال أفريقيا مازال بالنقاط زادت مازال بالنقاط البطل بياخد ست نقاط يعني النادي النادي الأهلي لما ياخد بطل دورة يا ابطال أفريقيا بياخد ست نقاط الوصيف بياخد خمسة الوداد المغربي السندي اخد خمسة نص اللي بيوصل نص النص النهائي بياخد أربع نقاط اللي هو التراجي وسانداونس اللي بيوصل دور التمانية زي الرجاع المغربي بياخد كام؟ تلات مؤت دور المجموعات اللي بيخرج المركز التالت زي نادي الزمالك مثلا في دور المجموعات ياخد مؤتتين اللي بيخرج المركز الرابع ياخد مؤتة ده تصنيف النقاط عشان كده مشاركتك في دورة أبطال أفريقيا باستمرار وان انت توصل نهاي دمالي لما بنقول النادي الأهلي بيوصل نهاي ده مهم جدا كل سنة انت بتاخد خمس نقطة البطل ستة والوصيف خمسة يعني انت خدت في الاربع سنين اللي فاتوا 18 زائد خمسة ستة في تلاتة في تلاتة وخمسة تلاتة عشرين نقطة ده في الاربع سنين اللي فاتوا بس فدي مهم مهم التواجد على مستوى النهائي عشان ما حدش يرجع يقولك انا خدت مثلا لما ياخد بطولتين يقولك لا يا جماعة ده تصنيف تراكمي بعدد النقاط تمام؟ وبرضو خلي بالحادة كزي ما قلت لك ان ممكن بعض الفرق جاية زي سانداونز سانداونز دلوقتي كان التامن على افريقيا بتلاتة وثلاثين نقطة سانداونز جاي حيعلى مشي والرجاء برضو والرجاء طبعا اه وبرضو السبعة كبير من التسعة هو ده الكلام